السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ومن صفات الانبياء ربنا اعطاهم قلبا سليم ومن صفات الاولياء ايضا يعطيهم ربنا قلب سليم ومن صفات اهل الايمان من اراد ان ينظر الى نفسه هل هو من اهل الايمان ام لا انظر الى قلبك القلب هو الاساس القلب السليم لا يكون الا عند المؤمن الصادق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد قال الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فالقلب السليم اذا كان هكذا سليما فجميع اعضاء جسم الانسان تكون سليمة لان القلب هو موطن الاحساس والشعور ومحل مراقبة الله تعالى فالله تعالى لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى القلوب التي في السدور ومن علامات القلب السليم انه قلب تائب الى الله دائم الرضا راض بما قسم الله قنوع يقنع لأقدار الله ويرضى بها القلب السليم تراه دائما هو في الدنيا لكنه معلق بالاخرة الجسم في الدنيا والقلب معلق بالاخرة القلب السليم لا يحمل في داخله البغض للاخرين ويتألم اذا ارتكب ذنبا او معصية القلب السليم صاحبه يختار الرفقة الصالحة الحسنة المحبة للخير وصاحب القلب السليم دوما يسعى لتقديم الخير للناس وقضاء حوائجهم والاحسان الى الفقراء والمحتاجين ويرد تبليغ دعوة الله الى الاخرين اعظم نعمة في الوجود دعوة الله يبلغها للاخرين فيا ايها المؤمن من اراد ان يصل الى الله الطريق الى الله لا تحتاج منا الى وسائل ولا الى غيات ولا الى قواعد مختلفات ابدا مجرد قلب سليم عليك ان تأتي الى ربك اذ جاء يعني انت عليك ان تأتي هناك اناس وهناك شباب الان في الجامعات اعرف الكثير منهم عندهم شكوك وعندهم افكار متلاطمة هناك من يعبد عبد الشيطان هناك من يعبد ايديولوجية غربية خطيرة هناك من لا يعبد اي شيء هناك من يعتقد بالوجودية هناك من يعتقد بصراع في دهنه حول الاديان وحول الحضارات والثقافات هؤلاء لن يصلوا الى هدف حتى ولو قرأوا كل الفلسفات في العالم لو جاءوا بائمة الفلسفة والفكر وشرحوا لهم المبادئ والقواعد وتصور الوجود لن يصلوا الى حل لماذا؟ لان الطريق للوصول الى حل ان تأتي الله بقلب سليم عليك ان تترق الباب وتخضع بين يدي مولاك وتجلس القرفصاء متواضعا وتقول يا ربي اهدمي يا ربي بيّن للحقائق يا ربي ارزقني نور الايمان من عندك هنا لن تحتاج الى استاد لن تحتاج الى معلم لن تحتاج فقط الا لقوة الايمان التي تغزو قلبك وعقلك وفكرك ومن صفات الانبياء ربنا اعطاهم قلبا سليم ومن صفات الاولياء ايضا يعطيهم ربنا قلب سليم ومن صفات اهل الايمان من اراد ان ينظر الى نفسه هل هو من اهل الايمان ام لا انظر الى قلبك القلب هو الاساس القلب السليم لا يكون الا عند المؤمن الصادق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد قال الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فالقلب السليم اذا كان هكذا سليما فجميع اعضاء جسم الانسان تكون سليمة لان القلب هو موطن الاحساس والشعور ومحل مراقبة الله تعالى فالله تعالى لا ينظر الى سوركم ولكن ينظر الى القلوب التي في السدور ومن علامات القلب السليم انه قلب تائب الى الله دائم الرضا راض بما قسم الله قنوع يقنع لأقدر الله ويرضى بها القلب السليم تراه دائما هو في الدنيا لكنه معلق بالاخرة الجسم في الدنيا والقلب معلق بالاخرة القلب السليم لا يحمل في داخله البغض للاخرين ويتألم اذا ارتكب دنبا او معصية القلب السليم صاحبه يختار الرفقة الصالحة الحسنة المحبة للخير وصاحب القلب السليم دوما يسعى لتقديم الخير للناس وقضاء حوائجهم والاحسان الى الفقراء والمحتاجين ويرد تبليغ دعوة الله الى الاخرين اعظم نعمة في الوجود دعوة الله يبلغها للاخرين فيا ايها المؤمن من اراد ان يصل الى الله الطريق الى الله لا تحتاج منا الى وسائل ولا الى غيات ولا الى قواعد مختلفات ابدا مجرد قلب سليم عليك ان تأتي الى ربك اذ جاء يعني انت عليك ان تأتي هناك اناس وهناك شباب الان في الجامعات اعرف الكثير منهم عندهم شكوك وعندهم افكار متلاطمة هناك من يعبد عبد الشيطان هناك من يعبد ايديولوجية غربية خطيرة هناك من لا يعبد اي شيء هناك من يعتقد بالوجودية هناك من يعتقد بصراع في دهنه حول الاديان وحول الحضارات والثقافات هؤلاء لن يصلوا الى هدف حتى ولو قرأوا كل الفلسفات في العالم لو جاءوا بائمة الفلسفة والفكر وشرحوا لهم المبادئ والقواعد وتصور الوجود لن يصلوا الى حل لماذا؟ لان الطريق للوصول الى حل ان تأتي الله بقلب سليم عليك ان تترق الباب وتخضع بين يدي مولاك وتجلس القرفصة متواضعا وتقول يا رب اهدمي يا رب بين للحقائق يا رب ارزقني نور الايمان من عندك هنا لن تحتاج الى استاد لن تحتاج الى معلم لن تحتاج فقط الا لقوة الايمان التي تغزو قلبك وعقلك وفكرك السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة